وصلنا للكتاب التاني كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي محمد ابن سورة الترمذي لمتوفم 279 هجريا وهو الكتاب التاني في سلسلة الطريق واحنا في المجلس 22 قال باب ما جاء في صوم رسول الله تعرف الكتاب ده بيعرفك على سيدنا محمد عليه السلام عشان قلبك يتعلق به ولما تفهم أكتر وتقرب من النبي تبدأ تفهم أكتر طبيعة السيرة وتبدأ تشوف أحداث السيرة وأنت أقرب لفهم أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام وصفات النبي عليه الصلاة والسلام فالشمائل بيتكلم على ده قال الإمام باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان يا ستنا عايش نبي كان بيصوم قد إيه يقصده السنة تقول كان بيصوم لغاية ما نقول هو مش بيفطر ولا إيه صوم كتير أو يزهر كل يوم ده ولا إيه بعدين يفطر لدرجة نقول ده النبي بقى له كتير ما صام مش وكأن سيدنا النبي كان عنده أحوال مختلفة في مواصلة الصيام وقطع الصيام وما صامش شهر كامل من أول مواصلة المدينة إلا رمضان الحديث اللي بعد كده عن سيدنا أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه يصوم أيام كتير أو في الشهر ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه وتعدي ورضو شهور تانية أغلب الأيام بيفطر صلى الله عليه وسلم وكنت لا تشاء وأن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما آه يبدو أن سيدنا رسول الله في تنوع أحواله مع الله قدوة لجميع الأمة فاللي بيصوم كتير هيلاء النبي عليه السلام بيصوم كتير واللي بيفطر كتير هيلاء النبي بيفطر كتير واللي بيصلي كتير في الليل النبي بيصلي كتير واللي بينام النبي بينام صلى الله عليه وسلم حس انها رحمة حتى يصير كل الامة على سنة النبي ومتبع لسنة النبي وده من وسع النبي عليه الصلاة والسلام في احتواءه للجميع وتطمينه للجميع ان احنا مع بعض وان احنا انتو مش مخلفيني في حياتي عليه الصلاة والسلام وقال حدثنا ابو سلم عن عائشة قالت لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر اكثر من صيامه لله في شعبان كان يصومه شعبان الا قليلا بل كان يصومه كله طبعا العلماء في التفسير هنا في تفسير الحديث في الشرح يقوله كله يعني اغلبه مش كله يعني التلاتين يوم او التسعة وعشرين يوم لانه ما كانش بيصوم كل الايام الا في رمضان فكان اكتر الشهور اللي النبي بيصومها في صيام السنة يعني شعبان اللي هو قبل رمضان وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس يتحرى يعني يدور يقصد يتتبع كان بيصوم اتنين وخميس صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم كان سيدنا النبي عليه وسلم يكشف لنا شيء من الغيب حضرتك بتصوم الاثنين والخميس ليه مش سبت وثلاث مش حد واربع قال لئن الاعمال بتعرض على ربك فانا احب اعمالي تعرض على الله وانا في حالة شريفة اسمها حال الصيام ترك الطعام والشراب والشهوة من الفجر الى المغرب طاعة لله سبحانه وتعالى وفي حالنا احنا يعني وتهذيبا للنفس وضبطا للنفس فانا احب كده فده كان احوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وقال عن عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر اكثر من صيامه في شعبان بتأكد ان اكتر شهر كان في ايام صيام سنة كان شهر شعبان وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء اللي هو يوم عشر محرم كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وامر بصيامه فلما افطرد رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه عندنا نصين نص بيقول ان كان صيام مشهور عند العرب وعندنا نص انه كان صيام مشهور عند يهود المدينة اهل الكتاب في المدينة فلما النبي عايزة والسلام سأله وكمان اليهود بيصوموا اليوم ده بيصوموا ليه فقالوا ذلك يوم النجى الله فيه موسى فقال نحن احقوا بموسى منهم وصاموا صلى الله عليه وسلم ثم عندما فرض رمضان اصبح صيام عاشوراء ده صيام نافلة وحضراتكم عارفين ان يكفر سنة ماضية واصبح رمضان هو الفريضة فمن شاء صامه ومن شاء تركه يعني على عاشوراء عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الايام شيئا قالت كان عمله ديمة وايكم يطيق ما كان رسول الله يطيق صلى الله عليه وسلم بيقول لها النبي عائزة والسلام فيه ايام معاناة مميزة فقالت له الصراحة النبي كان عمله دائم وكان باستمرار بيعمل الاعمال سواء في قيام الليل او في الصيام ومن فيك يطيق اللي النبي كان بيعمله في العبادة بيتقول له كده رضي الله عن السيدة عائشة وعن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقالت فقال هو عليه السلام من هذه قلت فلانة التي لا تنام بالليل او فلانة لا تنام الليل فقال عليه الصلاة والسلام عليكم من الاعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تمل وكان احب ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه بتقول السيدة عائشة كان عندي وحدة صحبتي قاعدة معايا فالنبي دخل قال مين معاك يا عائشة بتقول فلانة اللي ما بتنامش كأنها بتشكر فيها يعني من كتر الصلاة قال لها لأ تعملوش كده عليكم من الاعمال ما تطيقون طب ما انا بطيق اني ما نمش بالليل لا ما تطيقش وده هيغير في شخصيتك خليك مرهق طول اليوم تعرفش اشتغل كويس وبعدين هيخليك دايما تعبان مش عاف تفكر فما تعملش كده صلي شوية ونام شوية ده الطبيعي لو انت كنت من العباد يعني عليكم من الاعمال ما تطيقون لان ربنا لا يمل من تقبلنا ومغفرة الاعمال حتى نمل احنا نترك العمل فما تتركش العمل ولا تعمله بطريقة مش طبيعية تتمشى مع طبيعة قدرتك وجسمك فقال وكان احب ذلك اي احب الاعمال الى رسول الله الذي يدوم عليه صاحبه وفيها اشارة ان صاحب العمل ده ما يقدرش يدوم من يعطوه الحياته بيصلي ما بينامش بالليل والحديث اللي بعد كده عن ابي صالح قال سألت عائشة وامة سلمة اي العمل كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتا ما ديم عليه ايه احب الاعمال لسيدنا محمد صيام قيام ذكر سوى جايبه في باب الصيام هنا قال له احب الاعمال اللي صاحبه يدوم عليه حتى لو قليل قوي فاللي بيصوم اتنين وخميس ويصوم تلاتة يام في الشهر اللي بيصوم يوم في الشهر اللي بيصوم رمضان فريضة اقل حاجة ما ينفعش اقلم من كده مهم الانسان يبقى ماشي مستديم ولما يزود يزود زيادة يعرف يستديم عليها مش يروح في حتة وبعدين يزهق قوي فيينزل ينتكس لا يمشي كده بعدين لو عايز يزود لان يكمل عايز يزود وبعدين يكمل فتلاقيه بعد فترة من عمره مستديم لكنه في زيادة ده كان باب ما جاء في صيام سيدنا الرسول اللي عايزة والسلام ونكمل المرجع ان شاء الله